السلام عليكم مرحبا بكم حاكمة العاصمة ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي العالمين اليوم انا احبت تحضير هذا القرنون كيفاش قبل ما نبدأ ونحضره في الاطباق كما تعرفوا القرنون يعني كما راكو تشوفو الخضراء لازم نقوها وكاين الناس يعني تقلقوا متنقية تاعه وهو يعني ماشي حاجة وعرا واناني نهضر اخواتي للمبتدئات ماشي ناس الكبار ناس الكبار الله يبارك يعني عندهم خبرة في كل حاجة يعني من هذه المبتدئات الصغار يعني تقلقوا كونتقوا لها نقى حبا قرنون يعني يجيها يعني وعن وحنا اليوم انا حنوريكم طريقتي كيفاشاني حننقى وكينقى تزوج حبات ويعني ديما نديروا الماء ونرملوا لتخونش تاع القارص وفي الاخير بعدما نكملوك نقينه نزيدوا تاني ديروا القارص يعني يحب بزيف القارص تعرفوا القرنون بعدما ننقوه وما ديروا لوش القارص يعني يستقونيك حال ويعني لازم القارص يكون حاضر في القرنون دوك انشاء الله نبدأ في طريقتي كيفاش نوريكم ننقي القرنون يعني بطريقة سهلة متعينة وانشاء الله انتو تاني هالطريقات تعجبكم ويعني تشدوها وتولو تنقوه وما يتعبكم ما والو نبدأ ودوك على بركة الله شوفوا يعني بسم الله كما لا كنت شوفوا الحب انا راني رايحة يعني دبت يعني هذه الفيديو يعني سبيسيال باش يعني ما نقاطعوش ويعني هذا الفيديو انشاء الله ما يكونش طويل يكون انشاء الله يعني كما اقولوا نوريكم كلش كيفا راني رايحة ننقي القرنون شوفوا يعني القرنون كين ننشروه يعني دي ما نقطعوهم ممكن يعني الحاجة اللونا نسبو ثاني نكملوا النحو ونقولوا شوفوا يعني باش يتلحى لكم الحب يعني ناخدوه هكذا ندخلوا مليح السكين كل ما ندخلوش مليح يعني ما تلحنناش الأوراق تعال قطنون تعنا انا هنا كما راكو تشوفوا يعني ننقفين ونوضح لكم يعني باش يتجيكم يعني العملية يتجيكم سهلة انا دكالي يعني نسي يعني ما نهضرش انتو غير تخسروه يعني ولا للنقيفة كما راكو تشوفوا كما راكو تشوفوا يعني غير بالسكين يعني ما نحبش ونوضح لكم يعني طريقة يجيكم سهلة بعد ما يعني نحينا اللوولين دكالي في الاخر ان شاء الله نحينا يعني نحينا يعني نحينا كما راكو تشوفوا ويجي ناس سهل وما يتعبناش كامل شوفوا انا هنا خلاص يعني نحيته بقاني هاردو هات الاطراف شوفوا ناخده سكين هكذا وننحوه ودوك بالنسبة لهذا يعني القلب شوفوا يعني كيف ناخده سكين هكذا نضغطه مليح كي يعني نحوه وبعد ما نحينا شوفوا يعني كاي حاجة اقول هاكم اخواتاتي يعني كتحبوا تديروا حاجة دول ما أو يعني أي حاجة نزيد ونكرطه وانا هنا شوفوا هاد الاطراف يعني اللي يبقى ونشدوا يعني ديمة السكين ونكرطوهم ما نخلوهمش شوفوا ديمة يعني ما نخلوهمش وناخدوا يعني القارص ديمة نعاونوا بالقارص نحوه يعني منيح باش يعني يجينا ما يعطينا شبك حولية ودوك خداتي نحن نزيد ندير معاكم الحبة الثانية بسم الله نحن نزيد الحبة الثانية يعني ديمة نفهمكم اللي موس ديمة ناخدوا سكين يعني بوينته باش يساعدكم يعني تكونوا يعني تنقوا فيه باش يعني الورقة تتلحى يعني من الداخل شوفوا ناخدوا ديمة يعني باش تتقلعيكم يعني بغير صعوبة احضروا ناحوه خلص انشاء ناحوه ناحوه الدناس نحن نستعمل غير بيديم الدواب نرى كيف يجينا سهل ورقة وقع يطيره لا يتعب ناواله هنا نصلت لكي نبدأ بالسكين هذا يجب أن ننحوه بالسكين نرى أننا وصلنا للقلب نجيبوه على مرة نرى كيف قدرنا لأن هذه الأطراف ننحوهم غير بشوية نضيف الحرب نضيف الناس هنا نضيف حصلنا نضيف الحرب وننحوهم ونبدأ بالقارس نضيف الحرب دقينا الناس ونضيف نطبق نضيفه كيف يضيف الحرب تقريبا ونجيل الجزء الرئيس يساعد كثيرا .نجيل الجزء فقط نقيمته ونظركم نستطيع أن يكون هناك مرافق في القارص هذه هي الطريقة اليوم فقامنا بطريقة سهلة إن شاء الله كان هذا الفيديو يخفيف عليكم وإن شاء الله نتلاقوا ديما في نصائح ووصفات في أطباق تفيدكم وتفيد عائلتكم وتفيد ناسكم وما أبقى لإخواتي نقول لكم تهلا في صحتكم وفي أمان الله